اذا مشاهدين نبقى في تونس حيث اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين الرئاسة بتعمد اقصاء وسائل اعلام المحلية مشيرة الى انها اشترطت اخيرا على الاعلاميين الذين حضروا المؤتمر الصحفي بين الرئيس قيس سعيد وعبد المجيد تبون الاكتفاء بتوجيه اسئلة الى الرئيس الجزائري واوضحت النقابة تسجيل خطر داهم يهدد حريات الصحافة والاعلام والتعبير التي ضحى من اجلها التونسيون في ظل تصاعد منصوب التعتيم الاعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة والذي تنتهجه رئاسة الجمهورية والحكومة معا الزميلة رانيا دريدي تطلعنا على ابرز ما جاء في البيان ثم نبدأ النقاش اليك رانيا في الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التونسية تتعالى نداءات الصحفيين من تراجع حقيقيا لحرية التعبير والصحافة وهو ما كان يعده اغلب التونسيين المكسب الاساسي لمرحلة ما بعد الثورة وقد جاء البيان الاخير لنقابة الصحفيين ليؤكد هذا اذ اتهمت الرئاسة بتعمد اقصاء وسائل الاعلام المحلية مشيرة الى انها اشترزت على الاعلاميين الذين حضروا المؤتمر الصحفي الاخير بين الرئيس قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الاكتفاء فقط بتوجيه اسئلة للرئيس الجزائري تجنبا لإحراج الرئيس التونسي وهو ما عدته النقابة سابقة خطيرة من نوعها وتدخلا سافرا في حرية العمل الصحفي وعبرت النقابة في اكثر من بيانا رسميا عن انشغالها بتواصل سياسة تعطيل النفاذ الى المعلومة في اغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية وقالت انه ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة ودعت النقابة في السياق ذاته كلا من الحكومة ورئاسة الجمهورية الى احترام حق النفاذ الى المعلومة وعدم اعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة كما اعلنت النقابة رفضها لمتابعة الصحفيين واصحاب الرأي بسبب افكارهم محذرة من خطر العودة الى مربع التطيقات وتكميم الافواه ومنذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي تعاني تونس ازمة سياسية حادة حيث اتخذ الرئيس سعية سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه والغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين واصدار تشريعات بمراسمة رئاسية واقالة رئيس الحكومة على ان يتوله السلطة التنفيذية بمعاونة الحكومة عودة الى كديمة شكرا رانيا على هذه المعلومات وينضم الينا من تونس عبد الرؤوف بالي عضو في المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين اهلا بك استاذ عبد الرؤوف معنا اذا البعض يرى ان هذا التقييد الذي استهدف حرية الصحافة والصحفيين والاعلاميين بدأ بعد الخامس والعشرين من تموز والبعض الاخر يرى انه بدأ في الحقيقة منذ دخول الرئيس التونسي الى قصر قرطاج ما رأيك؟ بداية ارحب بكم وبجميع مشاهديكم هذا التعتيم انطلق مع الرئيس الحالي منذ الحملة الانتخابية في الواقع حيث انه قرر مقاطعة كافة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية باستثناء بعض التدخلات تعد على اصابع الايدي طيلة الحملة الانتخابية ثم عند وصوله الى قصر قرطاج خير ان يضرب طوق كامل على نشاط رئيس الجمهورية وكل المؤسسات التابعة لرئيس الجمهورية حيث ان وسائل الاعلام كانت تجد صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات المتعلقة برئيس الجمهورية ونشاطه ومواقفه هذا المسار تعزز بعد 25 جوليا من سنة 2021 وذلك بان هناك ما يشبه العدوى التي انطلقت من قصر قرطاج لتصل الى اغلب الوزارات ومؤسسات العمومية والحكومية وبالتالي اصبحت سياسة رئيس الجمهورية التي ترتكز اساسا على التعتيم الاعلامي اصبحت سياسة دولة كاملة وليست رئيس الجمهورية فقط وتابعنا بعض مظاهر هذه القطيعة مؤخرا سواء في الندوات الصعوفية دون صعوفيين التي عقدتها رئاسة الجمهورية وهنا لابد ان نشير الى مسألة مهمة حضرتك تقول ان العدوى انتقلت الى الحكومة لكن البعض يرى ان هذه العدوى انتقلت الى الحكومة او تزامنت مع تعيين رئيسة الحكومة الجديدة هو كان قرار لرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية فرض على وزرائه فرض على ما تسمى برئيس الحكومة في حين انها ليست رئيس الحكومة هي مجرد منسقة للحكومة فرض عليهم هذا التعتيم الاعلامي وعدم الخروج في وسائل الاعلام وعدم عقد ندوات صعوفية يعني اليوم كل الوزراء تقريبا باستثناء وزيرها او اثنين البقية يتهربون حتى من الندوات الصحوفية عندما تكون هناك مثلا ندوة صحوفية تتعلق بوزارة البيئة والوزيرة تهرب وتترك احد المديرين العامين في الوزارة هو من يقدم التصريحات وكأنهم اليوم حتى الوزراء يخافون من رئيس الجمهورية لذلك يتهربون العدوى ليست فقط في الوزارات ولدى رئيسة الحكومة او مناصقة الحكومة حتى لدى المؤسسات الصغرى التابعة للحكومة مثل الولايات المعتمديات والإدارات الجهوية كلها اليوم أصبحت ترفض التعامل مع الأعلام ناهيك عن أنه ما تفسيرك لهذه الظاهرة رئيسة الحكومة اليوم عشر البعض يرى أن هذه الظاهرة تقييد الصحافة ليست مرتبطة بهذا النظام ولا بهذا الفريق السياسي أو ذاك وإنما بيء المؤسسات وعدم إصلاح هذه المؤسسات خاصة المؤسسة الأمنية هل توافق على ذلك؟ لا طبعا هذا ربما وجهة نظرة التي لا تنظر إلى الواقع ككل يعني الوضع ككل أنا أقول أنها سياسة رئيس الجمهورية لأن رئيس الحكومة مؤخرا يوم عشر ديسمبر أصدرت منشور عدد 19 الذي يمنع الوزارات من التعامل مع وسائل الأعلام إلا بعد استشارة رئيسة الحكومة وهو ما يعني استشارة رئيس الجمهورية بالتالي هي سياسة رئيس الجمهورية اليوم التي تبنيها منذ حملته الانتخابية ويحاول اليوم تطبيقها في كل مؤسسات الدولة وهذا يهدف إلى التعتيم على عمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات ومختلف الإدارات والأجهزة التي تتبعها بالتالي اليوم نحن أمام واقع خطير جدا واقع يعود بتونس إلى سنوات حتى ما قبل بن علي حتى في زمن بن علي لم يكن التعتيم الأعلامي بهذا الشكل حقيقة حتى من حيث التعامل يعني لم نشهد محاكمات عسكرية لإعلاميين أو أصحاب رأي في فترة حكم بن علي أو فترة حكم الزعيم لحبيب بورقيبة بالتالي اليوم نحن أمام وضع صعب جدا لذلك نقابة الصحفيين اختارت أن تواجه هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقررت أن تتصدى لهذا النهج لأن التونسي اليوم افتك حرية التعبير بدماء شهداء ثورة 17-14 جامب في 2011 ولسنا مستعدين حقيقة للتنازل عن تلك المكاسب مهما كان الطرف المقابل أو وجهة نظر الطرف المقابل نعم طب أستاذ عبد الروف كيف تبرر الرئاسة التونسية هذه الممارسات التعصفية بشكل أو بآخر يعني تتحدثون عن محاكمات عسكرية أيضا إغلاق العديد من الوسائل الإعلامية الأقنية التلفزيونية أو الصحف يعني الكثير من الملاحقات أيضا كيف تبرر هذه الممارسات في بلد حتى في زمن الدكتاتورية كانت الصحافة أو حرية الصحافة مكفولة بعض الشيء فيه رئاسة الجمهورية لا تتفاعل مع المجتمع التونسي سواء كمنظمات أو كأحزاب أو كأعلام أو كمؤسسة أعلامية هي لا تتفاعل معنا بشكل يعني كامل يعني هي كرست هذا التعتيم لكي تخلق نوع من القطيع ولكي تكرس الاتصال الأفقي رئيس الجمهورية تحدث في صفحته على الفيسبوك في صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك وعلى الشعب التونسي أن يأخذ ما جاء في ذلك التسجيل كما هو ليس من حقه أن يناقش ليس من حقه أن يطرح الأسئلة لذلك قلنا أن رئاسة الجمهورية اليوم لا تستمع إلى المواطن التونسي ولا تستمع إلى الصحف التونسي وهذه للأسف هي سياستها لذلك هي لا تبرر فقط هي تنفي من يستمع إليكم سيد عبد الرؤوف من الذي سيستمع إليكم وإلى شكوى نقابة الصحفيين كيف ترى مستقبل الصحافة المستقبل القريب نتحدث في تونس ليس هناك في مؤسسات الدولة التونسية من يتعامل اليوم مع الصحف التونسي ومن يستمع إلى أراء هيكل المهنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحفين التونسيين والنقابة العامة للأعلامة التابعة للاتحاد الشغل ليس هناك أي جهاز في الدولة التونسية اليوم يستمع إلى احتجاجنا أو احترازاتنا أو رفضنا لسياسة رئيس الجمهورية لذلك اختارت نقابة الصحفيين أن تقوم بتحركات ميدانية خلال الأيام القادمة سيتم الأعلان عنها لفرض الحوار على رئيس الجمهورية لأنه لا يستمع لأي طرف كان مهما كانت حتى المحاكمات ينفيها اليوم العالم أجمع يعلم أن هناك محاكمات عسكرية لأصحاب رأي في تونس ورئيس الجمهورية في كل مرة يخرج لينفيها نعم عبد الرؤوف بالي إذن عضو في المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك